اشتركوا في القناة بناء جسر على نهر دنيستر وتحسين الخدمة عند نقاط التفتيش واستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي اوكرانيا مهتمة بتطوير وتفعيل التعاون والعمل المشترك مع ملدوفا في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها قال رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم ان الحكومة دفعت في ديسمبر الماضي تعويضات عن الحجر الصحي للمواطنين الاوكرانيين تجاوزت اربعة مليارات هرينة ووعد شميهال باستكمال دفع التعويضات الحكومية المقدمة للشركات والموظفين نهاية يناير الجاري كما اوضح رئيس الوزراء بان اتخاذ القرار بفرض الحجر الصحي المشدد في ايام العطلة الشتوية جاء انطلاقا من حرص الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد على الرغم من ان معدلات الاصابة بكورونا ليست عالية فان هذه التدابير ستساعد على استقرار الوضع في البلاد هناك حاجة ملحة لفرض الحجر الصحي المشدد كما يقول الاطباء لانه يقلل من احتمالية الاصابة بالانفلونزا الموسمية اضافة الى الاصابة بكورونا مما يشكل عبا اضافيا كبيرا على المستشفيات والاطباء اعلن وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانف رفع قيود الحجر الصحي المشدد في اوكرانيا اعتبارا من الخامس والعشرين من يناير الجاري مضيفا انه لا يستبعد فرضها مجددا اذا دعت الحاجة وافد ستيبانف بان الحكومة تخطط للبدء بحملات التطعيم ضد كورونا في فبراير المقبل مشيرا الى ان اوكرانيا ستتلقى جزءا من جرعات اللقاح في اطار برنامج كوفاكس الدولي بالاضافة الى شراء جرعات اخرى مباشرة من الشركات المصنعة نتوقع خلال الايام المقبلة توقيع عدة اتفاقيات مع شركات مصنعة للقاح ونحن الان نبحث معهم بعض الامور الفنية والتقنية اعلنت وزارة الصحة الاوكرانية تسجيل 6409 حالات اصابة جديدة بكورونا وان 2564 مصابا توجهوا الى المستشفيات لتلقي العلاج خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واشار تقرير الوزارة الى تسجيل 14504 حالات شفاء خلال اليوم الماضي واضف التقرير ان اعلى معدلات الاصابة سجلت في اقاليم كييف وزابروجيا وخاركف تخضع اجراءات مكافحة الفساد والاصلاحات الادارية والطبية في اوكرانيا للمراقبة الدقيقة من قبل صندوق النقد الدولي البعثة الموكلة بمهمة الصندوق تتابع التزام الحكومة الاوكرانية بتنفيذ شروط التعاون وعليه ستتخذ قرارا بشأن تزويد كييف بدفعة جديدة من القرد تبلغ 700 مليون دولار مزيد من التفاصيل سيخبركم عنها زملائنا في التقرير التالي بهدف اجراء جولة جديدة من المفاوضات استأنفت بعثة صندوق النقد الدولي عملها في اوكرانيا امس الاجتماع جرى عبر الانترنت بسبب قيود الجائحة جدول الاعمال تضمن استفاء كييف لشروط الصندوق اللازمة وتحديدا عملية مكافحة الفساد وتصحيح المعاشات والاصلاحات الطبية لا توجد طلبات جديدة هناك برنامج متفق عليه سابقا ويمكن للجميع الاطلاع عليه وفيه جميع الشروط التي يجب ان تفي اوكرانيا بها الان تجري مراجعة تحقيق اوكرانيا للأهداف المرحلية والمنوطة بجدول البرنامج وما اذا كان بامكاننا المضي قدما شريحتان بقيمة 700 مليون دولار لكل واحدة تعتمد كييف على نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا العام وتأمل الحصول على الدفعة الاولى في فبراير ومارس 2021 نتوقع ان يتم الامر في نهاية فبراير ومارس المعطيات وقعية ومبشرة ستطرح هذه القضية في الاجتماع وفي غضون ايام قليلة يمكن ان تستلم اوكرانيا الدفعات المالية الجديدة سيساعد الدعم المالي المقدم السلطات على مواجهة عواقب الجائحة وتحسين الوضع الاقتصادي في اوكرانيا برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي مهم بحد ذاته من الناحية المالية وفي نفس الوقت يعطي اشارة ايجابية تؤكد ان اوكرانيا تنتهج سياسة اقتصادية مدروسة بعناية واتقان وتشجع المقرضين والمستثمرين الدوليين بخصوص اوكرانيا في يونيو الفائت وافق صندوق النقد الدولي على برنامج اقراض احتياطي بقيمة خمسة مليارات دولار لثمانية عشر شهرا حصلت كييف في يونيو على الشريحة الاولى منه وبلغت ملياري دولار تمهيدا لعقد قمة ربعية النورماندي المقبلة التقى في برلين عشرية امس مستشار قادة الربعية التي تضم كل من اوكرانيا والمانيا وفرنسا وروسيا المستشارون خرجوا باتفاق يدعو الى مواصلة المحادثات بشأن تسوية الوضع في الدنباس محددين موعد الاجتماع التالي في الثاني والعشرين من يناير الجاري ما هي اهم القضايا التي بحثها المستشارون في التقرير التالي وصف مكتب الرئيس الاوكراني محادثات مستشاري قادة ربعية نورماندي التي جرت في برلين امس بالصعبة لكنها تدعو الى التفاؤل فيما علق اندريير ماك مدير مكتب الرئيس الاوكراني على نتائج المفاوضات قائلا ان كييف ثابتة في الدفاع عن مصالحها عندما يتعلق الامر بالحرب وانقاذ ارواح مواطنين فان المفاوضات لن تكون سهلة بالتأكيد نحن نعمل بجد ولا نلتفت الى ما يقوله الاخرون فموقفنا ثابت بالدفاع عن مصالحنا الوطنية هذا هو الاجتماع الخامس على مستوى المستشارين منذ القمة التي عقدت في ديسمبر 2019 في باريس والتي خرجت بنتائج اهمها الاتفاق على الافراج المتبادل عن المعتقلين وفصل القوات وازالة الالغام وفتح مراكز عبور جديدة في دنباس من جهاتها اوفت اوكرانيا بجميع التزاماتها على عكس الجانب الروسي الذي لم يكتفي بعدم الوفاء بالتزاماته بل عمل على تعطيل سير عملية التسوية في دنباس الجهود التي بذلتها اوكرانيا خلال عملية التفاوض اظهرت للعالم باسره ولسكان دنباس تحديدا انها مهتمة بارساء السلام وفي المقابل تسعى روسيا الى عرقالة تنفيذ الاتفاقيات مستشار الوفد الاوكراني الى مجموعة الاتصال الثلاثية اوليكسيا ريستوفيتش صرح ان القضايا الرئيسة لمشاورات امس شملت قضايا الافراج المتبادل عن المعتقلين وعمل نقاط التفتيش اضافة الى الاتفاق على تحديد مناطق جديدة لسحب القوات والمعدات من دنباس القضايا الامنية كانت لها الاولوية ومن ضمنها قضايا مواصلة الالتزام بوقف اطلاق النار وسحب القوات وازالة الالغام الى جانب تبادل الاسره لم يكن هناك توافق في الاراء بشان اي من هذه القضايا لكن المستشارين اتفقوا على مواصلة المباحثات خلال اجتماع افتراضي سيعقدوا في الثاني والعشرين من يناير الجاري في هذه الاثناء يبقى التحضير للقاء قادة دول ربعية نورماندي قائما ووفقا ليرماك فان القادة وحدهم قادرون على الاتفاق على القضايا الاساسية انا واثق من انعقاد هذه القمة قريبا اعلن المعارض الروسي لكسي نفالني عن عودته الى روسيا يوم الاحد المقبل عبر رسالة فيديو نشرها على حسابه الشخصي في موقع تويتر العودة تأتي اثر انتهاء علاج تلقاه نفالني منذ اغسطس الفائت في المانيا بعد تعرضه لعملية تسميم ببادة سمية من نوع نوفيتشوك بحسب ما اكدت مخابر دولية متخصصة نفالي الذي قال انه تعافى تنتظره لدى عودته الى بلاده عقوبة تطالب الدائرة الروسية الفدرالية لتنفيذ العقوبات بتغييرها من وضع وقف التنفيذ الى السجن الفعلي بتهمة الاختلاص اضافة لقضية جنائية اخرى فتحت لاحقا بتهمة الاحتيال لماتي الى المانيا باختياري مع العلم انها بلد رائع لقد انتهى بي المطاف هنا مرغما لان اشخاصا هناك في بلدي ارادوا قتل انتقاما من شعورهم بالاهانة لكني نجوا وهم زالوا عازمين على اذيتي والان يهددون بسجني شقلبة مزدوجة للامام بسرعة تسعين كيلو مترا في الساعة من منصة انطلاق بطول خمسين مترا هذا ما قدمه المقامر وبطل العالم بالتزلج الحر السويسري فابيان بوش من اعلى تل في منتجع انجلبرغ في سويسرا وكان بوش قد اشتهر قبل ثلاث سنوات بمقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خلاله متعلقا بذراع واحدة بسير سلم متحرك وكأنه يطير في الهواء لقد كانت حقا تجربة مرعبة وخاصة عندما اقتربت لحظة القفز وعرفت اني اريد ان اقوم بشقلبة امامية مزدوجة ترددت وتسألت ما الذي افعله لكن لم يكن لدي مجال للتراجع وفعلتها نهاية نشره قدمناه لكم من قناة يو تي في شكرا على حسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة